اشتركوا في القناة لا القضية مو هيك القضية مو قضية انه انت مختلف مع الهلالة في انه انت يا عمال بتصحح سند مجاهد وسند ابي العالية وهو عمال بيضعفون انت هيك اوهمتنا هيك اوهمت متابعيك لكن اتضح الان انه لا انك انت والشيخ الهلالي هذا الشيخ سليم الهلالي انت تعظمه فضيلة الشيخ سليم الهلالي انت وياه في سلة واحدة انت تتابعه حذو القذة بالقذة كما رأينا هو ضعف انت تتابعه انت اصلا تحيل عليه تقول واما ما يروع عمال عباس من تأويل الساق بالكرب والشدة فمروية فمروية من طرق ضعيفة تابعها واحدة بوحدة فضيلة الشيخ سليم الهلالي في الكتاب العظيم المنهل الرقراق في تقريج مروية من طرق عن الصحابة والتابعين بتفسيري ومكشف عن الساق وهذا هنا سردت ولم تختفي بهذا فقط هنا يعني سردت انت هنا ملخص كتابه ثم ماذا قلت بعد ان بينت انه لماذا كلها لماذا كلها ضعيفة انه قلت بعضها ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر وبعضها منقطع وبعضها لا يشهد لبعض لانها مضطربة هنا ماذا قلت وتعقب الرواية المروية عن غير ابن عباس كمجاهد وقتادة وغيرهم يعني ايضا انت تضعف هذه الروايات التي هي عن مجاهد وعن غيره انه كما قلنا ستة مجاهد وقتادة الربيع ابن انس الراوي عن ابي العالية اللي هو سند الاستواء لكن الربيع هو نفسه يؤول الساق بالاضافة الى النخعي والاضافة الى عكرمة فهؤلاء الستة هم يؤولون الساق وتعقبها تعقب هذه الروايات وضعفها كلها الهلالة الا رواية عن قتادة فاذا مجاهد سند الى مجاهد هذا ضعفه مع انه يوجد سندان الى مجاهد الربيع ايضا ربيع ابن انس ايضا ضعفه ربيع ابن انس لماذا ضعفه ضعفه لان فيه ابو جعف الرازي هذا ابو جعف الرازي موجود ايضا في سند ابي العالية لما قال استوى بمعنى ارتفع فوين عم تقل لي انه والله انا شو خصني بالهلالة الهلالة عمال بضعف وانا عمال بصحيح لا انتو الاتنين عم تضعفوا هذه الاسانيد في تأويل الساق التي ورد بها تفسير الاستواء فطالما ضعفتها هناك يجب ان تضعفها هناك عرفت هلأ اشو خصك بالهلالة قال اشو خصني بالهلالة قال هلأ تبرأت منه اولا شي لما كنت منهمك في الرد على الحبشة وعلى الروايات اللي استند الي في تأويل الساق وقلت انه لا 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 هذه تأويل المعتزلة هذه تأويل الساق بالكرب والشدة ورحت هون حطيتنا مرجع الى المعتزلة هون ايه وبعدين ردت هون على الاسماعيل طبعا انت لا ترد ولا شي انت عم تتابع الهلالة وانا ردت على هذا الرد رد رد الهلالة على الاسماعيلة وبينت سخافة هذا الرد في منشور مستقل لكن الان نحن ليس موضوعنا الساق الان فوقلتهم بالاخير انه هذه الروايات بعد ما ذكرت انه هذه الروايات كلها ضعيفي المروي عن ابن عباس ووو تابعها فضيلة الشيخ السليم الهلالة واحدة واحدة تابعها وضعفها ونيقلت بالاخير انه ايضا تعقب الروايات المروية عن غير ابن عباس كمجاهد وقتادة هلأ صرت ما لك على ابي الهلالة وانا شو خصي بالهلالة فهورا انت برأت منه رميته بعته بنصف رنج يا عباس فالان خرس لسانك كما خرس لسان ابي غده اعطينا وين الرد اه رد علي وقال انتم مختلفون في هذا السند ترتم تصححونه انت تصححوا يا دمشقية والهلالة يضاعف ام شو خصني بالهلالة شو خصني بالهلالة ابن حجر بيم سند الروايتين في تغليق التعليق ولم يطعم في سنديهما ابدا والطريف انك تحتج بالصنيع الحافظ في تغليق التعليق انه هو اورد الاثرين اثر ابي العالي ووصله واورد اثر مجاهد ووصله دون ان يتكلم عليهما بقدح او بجرح تمام يعني هنا سكت الحافظ طيب انت الحافظ لما تكلم ونطق وصرح بان اثار الواردة الاثار الواردة عن ابن عباس حسنة بل صحيحة في بعض الطرق انت ضربت بكلامه هذا عرض الحائط واحتججت برد شيخكم الهلالي عليه لانه هنا هذا الحافظ يقول فتح الباري 13 على 428 يقول واما الساق وجاء ابن عباس في قوله تعالى يعني تأويله بالشدة ماذا قال بعد ذلك قال واسند البيقي الاثر مذكور عامل عباس بسندين كل منهما حسن ليس هذا فحسب ثم يقول واسند البيقي من وجه اخر صحيح عامل عباس قال يريد يوم القيامة انت حضرتك ماذا قلت قلت عن شيخهم الهلالي اللي انه تتبع هذه الروايات قلت واما ما يروع عامل عباس من تأويل الساق بالكربية والشدة فماربي من طرق ضعيفة تابعها واحدة بواحدة فضيلت الشيخ الهلالي في كتابه المنهل في كتابه العظيم المنهل الرقراق ايه النتيجة قال ثم انتهى الى الجزم بعدم ثبوت الاثر من عباس ياريتك سكت هون اشان ما تفضح حالك اكتر ثم قلت وتعقب الحافظ ابن حجر هون لاحظ حطيت على الحافظ فتحة انه تعقب الهلالي والحافظ ابن حجر في تحسين بعض الروايات بالرغم من اضطرابها كيف الحافظ بحسن بعض الروايات وهي مضطربة اصلا وانا قلت هذا الاضطراب فقط في عقل الهلالي الذي انت تتابعه على اضطرابه كيف يحسنها هو بالحقيقة مو بس حسنها هو صحها ايضا طيب انت مع ذلك لم تأخذ بهذا الكلام او لم تأخذ بكلام الحافظ بعين الاعتبار لم تأخذه بعين الاعتبار بل ضربته به عرض الحائط بو الشيخ سليم الهلالي في المنهى للرقراق تتبع كل سند منها واثبت ضعفه جميل ضربه عرض الحائط لكن هذا ما ماذا يكلفك يكلفك انه تضعف ايضا تبعا لشيخهم الهلالي سند مجاهد لان انت تقول هنا الهلالي تعقب الرواية المروية عن غير بن عباس كمجاهد وقتادة وقلنا مئة مرة صار انه مجاهد هذا هو الذي ورد عنه ورد عنه اثر اثر الاستواء هذا استوى على العرش يعني على العرش هذا لاحظنا ورقاء عن ابن ابي نجيح شيخهم الهلالي ماذا قال هنا في اثر مجاهد في تأويل الساق بشدة الامر قال هذا اسناد ضعيف ورقاء ثقة لكنه ضعيف في التفسير وابن ابي نجيح كان مذلسا وقد عنعنا اذا انت هنا متابع لشيخكم الهلالي في تضعيف الاثر الاثر ولست تأخذ بكلام الحافظ اي قيمة ليس عندك لكلام الحافظ اي قيمة فاوين عم تحتجله بكلام الحافظ تحتجله بسكوته وتضرب تضرب بتصريحه عرض الحائط شخصني بالهلالي ابن حجر بيّم سند الروايتين في تغليق التعليق ولم يطعم في سنديهما ابدا كفاك يا اخي كفاك عن ترى كما تقول ايضا اثر ابي العالية هذا من طريق من هو من طريق ابي جعفر ابي جعفر الرازي عن الربيع عن ابي العالية استوى الى السماء قال ارتفع جميل الهلالي ماذا قال في اثر الربيع المروي من طريق ابي جعفر الرازي قال اسناده الضعيف لان ابي جعفر سيء الحفظ اكثر من ذلك لاحظ على هذه الفضيحة الكبرى الان الان خذ هذا كتاب السنة لابن ابي عاصم ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد ناصر الالباني لاحظ ماذا يقول الالباني عن نفس هذا السند لاحظ باب نسبة الرب تبارك وتعالى عن ابي جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن ابي العالية عن ابي بن كعب ان المشركين قال للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فانزل الله هذه سورة الصمن ماذا قال الالباني هنا اسناده ضعيف لسوء حفظ ابي جعفر الرازي ليس هذا فحسب انت تابعت الالباني في هذا الكلام اين هنا في رسالتك للدكتوراه لاحظ رسالة الرسالة بعنوان استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي رسالة جامعية عبد الرحمن دمشقية لاحظ نفس الاسر انت تريده هنا عن ابي جعفر لاحظ الرازي عن الربيع عن ابي العالية انه قال المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك هنا ماذا قلت استشهدت بالالباني قلت قال الالباني اسناده ضعيف لسوء حفظ ابي جعفر الرازي اكثر من ذلك لاحظ على الفضيحة الاكبر من ذلك بعد صفحتين ماذا تقول انت تتعرض لقول مجاهد في الوجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ماذا تقول هنا واما ما يروع عن تفسير مجاهد الى ربها ناظرة تنتظر الثواب من ربها ايه قال رواه ابن جريد طبري يعني من غير وجه عن مجاهد قال فهو مما لم يثبت سندا هذا اول اول تاني وقال ولم يعبأ المفسرون بقول مجاهد لمخالفته صريحة وصحيحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشو لم يعبأ المفسرون بقول مجاهد لمخالفته الصريح وصحيح قول رسول الله ليش معقول مجاهد يعمل على اساس انت هون في مناظرتك مع ال مناظرتك مع الازهري هون لتلو انه بعد ما رويتلو اثر مجاهد استوى يعني على لتلو انه مجاهد قال اخذت التفسير عبدالعباس من اوله الى خاتمته اقفوا اية اية فلم يستسني من ذلك ايات الصفات انه عم تحتج انه هذا اخذوا عن ابن عباس مو بس هيك ايش عم تقله هون عم تقله هون في خلال المناظرة عم تقله انه ولكن الم يأخذ مجاهد ابو العالية تفسير قرآن ابن عباس وهو ما يعرف بالتفسير المأسور ام ان الازهري هذا خصمك يتهمهما بان تفسيرهما كان بالرأي ثم سمح لنفسه ان يرد عليهما ويحكم بشذوذ قولهما يا لطيف ليس بالرأي ليس تفسير مجاهد ولا ابو العالية بالرأي هون بس لكن هون في قضية وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة لما قال تنتظر سواب من ربها رواه ابن جرير الطبري من غير وجه غير وجه لما هون بنرجع هذا تفسير الطبري لاحظ سبعة من اسانيد هذا واحد لاحظ تنتظر السواب تنتظر منه السواب الثاني تنتظر السواب من ربها الثالث تنتظر السواب الرابع تنتظر السواب من ربها لا يراه من خلقه شيء لاحظ هنا الخامس هنا ناظرة نظر إلى ربها ناظرة تنتظر رزقه وفضله السادس السابع قلت لمجاهد إن ناسا يقولون إنه يرى قال يرى ولا يراه شيء ما بدك أكثر من هاي هو نعبي إليك نحن طبعا بغض النظر عن قضية أنه نحن نقول أن الله يرى سبحانه وتعالى لكن نحن نتكلم عن هذا المنهج الأعوج الذي أنت تتبعه لاحظ كام سند هنا من غير وجه ماذا يقول دمشقية يقول لم يعبأ المفسرون بقول مجاهد لمخالفة صريح وصحيح قول رسول الله ليس هذا فحسب بل قول مجاهد هذا جعلوه قول الجهمية هذا هنا لما تفتح لما تفتح هنا كتاب كتاب الرد على الجهمية وهذا هو الكتاب المطبوع الرد على الجهمية والزنادقة المنسوب لأحمد بن حنبل تحقيق صبري طبعا نحن نقول المنسوب لأحمد بن حنبل لأن في نسبته شك أو خلاف على الأقل لكن دمشقية يحتفي به هذا هنا يقول في موسعته بل قد رد أحمد على تأويلات الجهمية التي يحمل الأشاعر العديد منها كما في كتابه الرد على الجهمية الذي أثبت الحافظ ابن حجر نسبته إليه هو يقول التي تأويلات الجهمية التي يحمل الأشاعر العديد منها لاحظ كيف سنكتشف أن مجاهد عنده الجهمية أيضا هنا يقول في هذا الكتاب في الصفحة 129 كتاب الرد على الجهمية المنسوب الإمام أحمد يقول يقول تحت عنوان بيان ما جحتت الجهمية من قول الله سبحانه يقول هنا ضمن هذه الصفحة فقالوا يعني الجهمية إن معنى إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب أنها تنتظر الثواب من ربها ثم هنا المحقق هذا الشاهين في الصفحة التالية يقوم بكتابة حاشية طويلة تحت قول الإمام أحمد فقالوا إنما تنتظر الثواب من ربها هذه الحاشية تضمنت نصوص عن ابن بطة في الإبانة وعن ابن مندى في الرد على الجهمية وعن الدارمي في الرد على المريسي الجهمي العنيد وعن الآجري في كتاب الشريعة هذه النصوص ماذا تتضمن كلها تتضمن أنه هذا قول الجهمية لعزونا ابن بطة ماذا يقول وقالت الجهمية إن معنى قولي إلى ربها ناظرة إنما أراد بذلك الانتظار لاحظونا ماذا ماذا عقب فقال فخالفت في ذلك بهذا فخالفت في ذلك بهذا التأويل جميع لغات العرب وما يعرفه الفصحاء من كلامها لأن القرآن إنما نزل بلسان العرب يا لطيف معنا أنت مجاهد طلع ما بفهم شيء بلغة العرب أصلا طبعا نحن نقول هذا بغض النظر عن مسألة الرؤية لكن المقصود هنا بيان هذا المنهج الأعوج بيان هذا الاضطراب عند دمشقية ساعة بيكون تفسير مجاهد منزل وليس من قبيل الرأي وأخذه عن عباس ومن عباس ترجمان القرآن وإلى آخره وساعة بيقول لك لا لم يعبأ المفسرون بقول مجاهد لمخالفتي صريح وصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقت اللي عم يردع الشيعة هون يعني ليش هذا الاضطراب وقت اللي هون عم يردع الشيعة بيقول بيستخدم هذا أنه قول مجاهد هذا ليس له اعتبار لاحظون ينكر الرافضة رؤية الله بالرغم من وضوحها في القرآن بعدين بيسرد الآيات بعدين بيقول لك أنه النظر المتعدد لا يصح فيه إلا النظر لا الإنظار أو الانتظار وكيف ترى النضرة على وجوه أو كيف ترى النضرة على وجوه المنتظرين لثواب الله ثم يقول وأما ما يروع مجاهد وهذا لم يعبأ به المفسرون وما إلى ذلك لكن لما يأتي يحتج هنا بقول مجاهد في الاستواء ماذا يقول هنا لا هنا بيصير قوله هذا منزل هذا لما هون بيقول لك هون أنه إيش أنه قال مجاهد أخذت التفسير عن ابن عباس من أوله إلى خاتمتي أقف آية آية فلم يستسني من ذلك آية الصوت ثم بيجعله هذا قول إيش قول لاحظ هنا ماذا يقول وقد فاته أن مجاهد يعني فات الأزهل هذا مناظره أن مجاهد أبو العلي لم يكن من مدرسة الرأي حتى نشك في صحة قولهما لسه هون لما بيقوله الأزهري أنه ليس معنى أن أبو العالي ومجاهد من تلميذ ابن عباس أن كل قول له ما أخذه عنه فيصبح كل ما قاله قد قاله ابن عباس فهذا العمر في القياس بديع والزلمي فقط بيقوله أنه مضروري يا أخي نحن آمننا وصدقنا أنه أبو العالي ومجاهد من تلميذ ابن عباس في التفسير لكن مضروري أنه كل ما قاله مجاهد وأبو العالي يكون قول هذا منسوب أيضا لابن عباس هون طبعا دمشقية يرفض هذا الكلام بيقول له فهل كان السلف تعرض أن يفسرونه بالرأي وتعرض أن يفسرونه عن ابن عباس ألم يقول مجاهد أخذت القرآن كله عن ابن عباس هون صار كل قرآن كل القرآن أخذه مجاهد بتفسيره عن ابن عباس لأنه ماذا يقول هنا يقول دمشقية وقد قال مجاهد خذت التفسير عن ابن عباس من أول إلى خاتمتي أقفه آية آية فلم يستسني من ذلك آية الصفات هون صار تفسير مجاهد صار منزل صار صار ليس من قبيل الرأي هذا من قبيل تفسير بالمأسور والموقوف يعني كمان تقريبا يعني هيك بده يصير فهون لكن لما بيجب لتفسير مجاهد لي آية إلى ربها ناظرة أنه قال تنتظر الثواب ربها هون بيقول لك لم ياب المفسرون بقول مجاهد لمخالفة صاريح وصحيح قول رسول الله وهون يشبه لك أنه هذا قول الجهمية يعني تصور أنت تخيل أنه لو هذا الأزهري الذي ينظره دمشقية حينما استدل عليه دمشقية بأنه مجاهد يقول استوى على العرش يعني على العرش أبو العالي يقول استوى إلى السماء يعني ارتفع طبعا يقصد دمشقية أنه ارتفع هنا ارتفاعا حسيا مكانيا هكذا يفهم دمشقية من هذا القول أيضا لما يقول مجاهد استوى على العرش على العرش يعني علوا مكانيا حسيا اتصور اتصور أنه الأزهري قال لمشقية يا سيدي على فرض أنه مجاهد وأبو العالي قالا بهذا الكلام وقصدا هذا الكلام أنه ارتفاع مكاني وعلو مكاني وحسي وما إلى ذلك لكن هذا قول مرفوض بل هو قول المجسمة تخيل فقط وجه دمشقية إلى كم لون سيتغير وتخيل بقى الكم الهائل من السبائب والشبتائم التي ستنطلق من فمه تجاه خصمه مجاهد الذي أخذ التفسير عن العباس الذي أخذ التفسير عن الصحابة مجسم الصحابة مجسمة سيدعو عليه بالويل والثبور وعظائم الأمور طيب أنتم قلتم أنه هذا قول قول الجهمية والجهمية للسعة شد من المجسمة المجسمة هنا يقول يقول ابن تيمية في كتابه تلبيس بيان تلبيس الجهمية يقول كما ترى هنا يقول ولم يذم أحد من السلف أحدا بأنه مجسم ولا ذم المجسمة وإنما ذم الجهمية النفات النفات لذلك وغيره وذم أيضا المشبه الذين يقون صفاته كصفات المخلوقين ما ذم المجسمة يا خلال فقط ذم المشبه وكذا لكن المجسمة المجسمة ما ذمه طيب الجهمية ماذا يقول هنا لاحظون هذا موقع الدرر السانية يقول هنا عن هذا الموضوع وذهب كثير من علاماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلة ومن هؤلاء الإمام أبو سعيد عثمان الداريمي فقد جعل في كتابه كتابة الرد على الجهمية بابا سماه باب الاحتجاج في إكفار الجهمية وبابا آخر سماه باب قتل الزنادق والجهمية واستتاباتهم وكفرهم ثم يقول وأورد يعني الداريمي تحت هذين البابين أدلة كثيرة من الكتاب الكريم ومن السنة النبوية ومن الآثار وأقوال العلماء ما يطول ذكره وحاصله أن الجهمية كفار الأمور الآتية وذكرها طيب أنت تقول عن خول مجاهد كما رأينا أنه إلى ربها ناظرة إنما تنتظر الثواب من ربها إمام أحمد قال هذا قول الجهمية ابن بطة قال هذا قول الجهمية ابن مندى الداريمي في رده على المريس دمشقية ماذا قال دمشقية قال ولم يعب المفسرون بقول مجاهد لمخالفة صريح وصحيح قول رسول الله اتخيل لو إلنا عن قول مجاهد ما قاله ابن بطة بعد ذلك هنا ابن بطة ماذا قال بعد ذلك عن تفسير أنه ناظرة بمعنى الانتظار قال فخالة في ذلك يعني الجهمية فخالة في ذلك بهذا التأويل جميع لغات العرب وما يعرفه الفصحاء من كلامها تخيل لو أنا قلت لدمشقية أو الأزهري هنا الذي يناظره قال له بأنه هنا استوى ليس معناها على وليس معناها ارتفع كما قال مجاهد وكما قال أبو العالية بل قولهما مخالف لجميع لغات العرب وقبائلها وهذا لا يعرفه الفصحاء من كلامها إنما يعرف الفصحاء أنه استوى بمعنى استولى ماذا سيكون موقف دمشقية حينئذن يعني لما يسمع واحد عم يقول له أنه هذا القول خارج عن لغات العرب وقبائلها ولا يعرف في لغة العرب وما إلى ذلك أول شيء رح يقول له يعني أنت بتفهم باللغة ومجاهد ما بيفهم باللغة أنت بتعرف باللغة العربية أكثر من مجاهد أكثر من التابعين ومن الصحابة ومن قبيلة قريش وإلى آخره هذا الحكي بين بيقوله هو لما بيحتج عليه أنه استوى بمعنى عليه لكن هناك لما كان عمال بيرد على لما كان عمال بيرد على على الشيعة ماذا قال لهم لا لا هذا القول لم يعبأ بقول هذا القول لم يعبأ المفسرون به قول مجاهد أنه إلى ربي ناظري أن تنتظروا الثواب من ربي وليش لا تعبأ به لأنه بقول لك أعطيك القاعدة دمشقية أنه النظر المتعد بإله لا يصح فيه إلا النظر لا الإنظار ولا الانتظار لكن هذن ما بيعرفوا هاي القاعدة ما بيعرفوا مجاهد أنت تعرف فإذا هون عندك أنت مجاهد ما بيعرف باللغة وهذا كلام هذا قول الجهمية كما ترون وأيضا لا يصح هنا ماذا يقول هنا لا يصح أيضا وفهو مما لم يثبت سندا سبعة من أسانيد رأيناها هذه لم تثبت لكن قول مجاهد في التفسير سند واحد يكفي اللي هو ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد اللي شفنا ماذا قال عنه شيخه الإلالة هذا نفسه هذا السند ورقاء عن ابن أبي نجيح في تأويل الساق عن شدة الأمر قال ورقاء ثقة لكنه ضعيف في التفسير ابن أبي نجيح مدلس وقد عناناه ولم يسمع التفسير من مجاهد أيضا بعد أربع خمس صفحات ايش بيقول عن تفسير الربيع عن تفسير الربيع اللي هو هذا لما قال الربيع أنه الساق بمعنى يكشف عن الغطاء قال الهلالة اسناده قلت اسناده ضعيف لأن أبا جعفر الرازي واسمه عيسى بن مهان سيء الحفظ اللي هو نفسه هذا في سند أبي في سند أبي العالية هنا كما ترون لأن هنا حدثنا أبو جعفر بن عيسى بن مهان الرازي عن الربيع ابن أناس عن أبي العالية استوى بمعنى ارتفع اللي هو نفسه ماذا قال دمشقية في رسالتي للدكتورة يحتج هنا بكلام الألباني هنا في نفس هذا الحديث عن أبي جعفر الرازي عن الربيع ابن أناس عن أبي العالية عن أبي مكعب قال المشرك والنبي انسوا بلانا ربك فنزلت قوله والله وأحد ماذا قال قال الألباني احتج بقول الألباني اللي هو هذا في تحقيقه على السنة لابن نبي عاصم اسناده ضعيف لسوء حفظ أبي جعفر الرازي شايف على هذه المنهجية المتناقضة الرهيبة هذه ساعة قول مجاهد حجة في التفسير ويفهم اللغة العربي وساعة لا يفهم اللغة العربي ساعة نفس السنة صحيح ونفس السنة ضعيف ساعة هذا قوله قول الجهمية وقوله قول تالف ومخالف لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمخالف أهل اللغة وقول أساعة لما تأتي إلى تحتج به في الاستواء لا لا هذا قوله أخذه أخذه أخذ التفسير مجاهد أخذ التفسير أخذه كله أخذه عن ابن عباس وأنه ما كانوا يقولون بالرأي هؤلاء ما كانوا يقولون بالرأي لاحظون لما يحتج يقول له أنه وقد فات وأنه مجاهد أبو العالية لم يكونا من مدرسة الرأي حتى نشك في صحة قوله ما شايف هذا المنهج أنت المتناقض المضطرب الفضيع هذا هذا أنت نفسك أنكرته على الأشعر لذكرك وين أنت هون هذا كتابك هنا في صفحة ما 120 كنت هون عم تعدد أنه تناقض الأشعر في كذا تناقض الأشعر في كذا منها هذه مسألة أنه الترجيح بلا مرجح القادر المختار يرجع على الطرفي الممكن بلا مرجح ومرة يقولون بعكس ذلك كيف ليش قال سبب التناخض اختلاف الحالة أنت هيك تقول أنت هيك تحلل تفسر تفلسف الأمور أنه هيك تناقض ليش لأنه وقت العمال بيقوله هون أنت ها بتقول فإذا كانوا في مناظرة مع الفلاسفة الدهرية حول حدوث العالم ردوا على الفلاسفة قائلين إن القادر يرجح أحد مقدوري على الآخر بلا مرجح الله هو الخالق لها ردوا على المعتزلة قائلين إنه لا يتصور ترجيح الممكن لا من قادر ولا من غير إلا بمرجح ثم قلت هنا قال ابن تيمية فهؤلاء إذا ناظروا الفلاسفة بمسألة حدوث العالم لم يجيبوهم إلا بجواب المعتزلة يعني يجيبوهم على أصول المعتزلة أنه يصح ترجيح من غير مرجح من القادر المختار وإذا ناظروا المعتزلة في مسألة القدر يحتجون عليهم بالحجة التي احتجت بها الفلاسفة أنه ترجيح من غير مرجح باطل ثم يقول وهذا محل الشاهد هنا فإن كانت فإن كانت هذه الحجة صحيحة بطل احتجاجهم على المعتزلة وإن كانت باطلة بطل جوابهم للفلاسفة يعني طالما أنتم تحتجون على الفلاسفة بأنه يصح الترجيح يصح الترجيح من غير مرجح من القادر المختار طالما تحتجون بذلك على الفلاسفة لإبطال قولهم بقدم العالم فلماذا إذن أنتم نقطتم قول المعتزلة القائلين بأنه يصح من القادر المختار الترجيح من غير مرجح رددتم عليهم بالقول بأنه لا لا يمكن ترجيح الممكن لا من قادر ولا من غيره إلا بمرجح هذا يعني خلاصة ما يريد أن يقوله هنا طبعا نحن الآن بغض النظر عن هذا الكلام اللي أصلا غير مسلم أن الأشاعر تناقضوا في هذه المسألة وكذا لكن ليس الآن محل بسطو محل الاستشهاد أنك أنت يا ديمشق واقع في نفس هذا المنهج المضطرب المتناقض الذي تصف به غيرك أنت عندك نفسه مجاهد لما تحتج على الأشاعر تقول بأنه تقول بأنه حجة ولما تحتج على الشيعة تقول لا لا هذا قوله غير معتبر في قضية أنه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نفس السند إلى مجاهد ساعة صحيح في الاستواء ساعة غير صحيح ضعيف في تأويل الساق في تأويل الرؤية تأويل يعني إلى ربها ناظرة غير صحيح مع أنه كما رأينا في الساق له إسنادان في إلى ربها ناظرة منتظرة هذه سبع ثمان أسانيد فكل هذه اعتبرت لا قيمة لها ولا تصح مع أنه أحد أسانيد تفسير الاستواء هو نفسه أحد أسانيد مجاهد في تأويل الساق فنفسه السند صحيح في موضع وضعيف في موضع فإذا كان صحيح في موضع فإذا لماذا ضعفته في موضع آخر اللي هو تأويل الساق وإذا كان ضعيف ليش عم تحتاجش فيك بقضية الاستواء أيضا رأي مجاهد إذا كان رأيه هو من قبيل التفسير بالمأسور فلماذا قلت هناك هذا لماذا قلت عن 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 قوله في النظر أنه تنتظر ثواب ربها أن هذا لا يعب به لأنه مخالف لصريح وصحيح قول رسول الله وأنه قول الجحمية وهو إلى آخر كما قال من بطة غيره فهنا يرد عليك هنا ويلزمك هذا الذي ألزمت به غيرك وهو هنا لما يقول ابن تيمية بعد ذلك وهذا غالب على المتفلسفة والمتكلمين المخالفين للكتاب والسنة التي تجدهم دائما يتناقضون فيحتجون بالحجة التي يزعمون أنها برهان باهر ثم في موضع يقولون إن بذية العقل يعلم بها فساد هذه حجة طيب وأنت أيضا في موضع تجعل قول مجاهد منزل وتفسيره منزل وفي موضع آخر تجعله لا لا هذا قول فاسد في موضع تجعل سنده صحيح وفي موضع تطعم به مع أنه نفس السند وتضعفه وترده مع أنه نفس السند مع أنه جاء ما يؤيده من أسانيد أخرى فهذا هو المنهج الذي اتهمت به أنت وابن تيمية الأشعر أنت وقع به أنت وقع فيه أنت وابن تيمية وهذا سنبينه تناقضات ابن تيمية وما إلى ذلك سنبينه في محاضرة لاحق إن شاء الله وهيك بكون أجبتك عن أثري مجاهد وأبي العالية إجابة هيك من قبيل الدردش هيك بالعامية وكذا وإلى آخر وإلا أن عندي نص مكتوب بحث أربعين أو خمسين صحيفة كتبتهم في ملف فقط إجابة عن أثري مجاهد وأبي العالية رواية ودراية وسأنشره إن شاء الله على مجموعتي على الفيسبوك بإذن الله لكن أنا أنتظر ردك أنت قلت لي أنه أنا أخرستك أنا لساني تبلجم أنا ألجمت الشيخ أبو غدا أنا كذا أنا كذا فالآن خريس لسانك كما خريس لسان أبي غدا أعطينا وين الرد هاي أنا أجبتك الآن إجابة يعني ضافة لكن كما قلت لك يعني هي هذه مختصرة بالنسبة للرد الذي كتبته أنا لكن أكتفي بهذا الرد الآن فقط لشوف رضاك عني يعني هل تراني أنا الآن هل ترى لساني أنه قد خرس بعد أن أجبتك هذه الإجابة المطولة اللي هي أصلا مختصرة بالنسبة لما كتبته فقط أنا أريد أن أرى رضاك علي الآن والحمد لله ربي العالمي تكثر من المسائل والطول الشرح ثم تهرب جاوب ماذا تقول في رواية مجاهد وأبي العلي ضعيفتان أم صحيحتان إذا كانت ضعيفتان بين لنا الضعف إذا كانت صحيحتين انتهى أمرك أنت أبو غدة وأتحدى أن تجيب بس